الدكتور محمد مش بس كنوزير أوقاف لكنه أحد الطريقة اليقوطية في السودان وهو رجل صوفي ورجل جميل وله باع كبير أوي في مجال المعرفة والبحوث في الشريعة الإسلامية وفي التصوف خير من اختتم به هذا اللقاء اليوم الدكتور محمد اليقوط بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا حاق الإفاضات ومدينة كل خير أمل الحيارة وبدر الخير الذي مات وارى مبوتق شوارد الأمجاد في ذاته الشريفة وعلى آل بيته وصحابته ومن سار على دربه إلى أن يرس الله الأرض ومن عليها وبعد أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام أنتم بخير الشكر المستحق لحبيبنا وأستاذنا العارف بالله الدكتور حسن راتب على إتاحة هذه السانحة وأن نجل في حضرته أولاً وفي رحاب هذا الصرح العلمي وبين هؤلاء العلماء والأخيار السيدات والسادة هذا أمر يستحق أن نشكر الحق عز وجل عليه أن جمعنا أولاً لمصر في قلب كل مسلم وعربي وجود كبير فهي في خاطر كل إنسان محب للحضارة ومحب للخير محب للكرم محب للعلم محب للعراقة وكم هو جميل قول شاعر السودان المسكوم بحب مصر العباسي حينما قال أبيات أنا أعجب بها لبراعتها من الناحية الفنية ولعمق المشاعر فيها وأيضاً لفرادتها في كثير من الإفادات في قصيدة طويلة لكنه قال عن مصر والناس فيك اثنان شخص قد رأى حسناً فهام به وآخر لا يرى فكأنها وجه واحد يشي بالجمال فحسب ولنا في ذلك نحن نتغنى أيضاً بمصر مصر الكنانة قد نثرت كنانتي غنيت لحنك لم أزل بكمانتي ومشيت في أفيائك الفيحاء لست مقصراً فالحب أوجبه الجمال المستحق قبالتي لحظات طيبة ونحن نستنشي ريا عبيل ذكرى أكتوبر المجيد وأكتوبر لم يكن نصراً مصرياً فحسب وكعادة مصر دائماً تنوب عن الأمة وإنما كان نصراً عربياً وكان نصراً إسلامياً وكان نصراً لكل حق مقتصب فكان نصراً كبيراً ونحن لنا في ذلك مشاركات كبيرة يكفي أننا أن نكون مناصفين لكم في القائد العظيم الرئيس محمد أنور السادات فوالدة الرئيس محمد أنور السادات هي من أكبر قبائل السودان وهي قبيلة قرشية تنتمي إلى سيدنا عبد الله بن الزبير ولنا معه وشاهج قربة بعيدة فهذه من إحدى مشاركاتنا ونحن نعتقد أن السودان ومصر شيء واحد وإنما هو شعب واحد في بلدين فعل ذلك المستعمر من جملة ما فعل من تفريق هذه الأمة أن نكون هنا في أرض سيناء في القنطرة لنحتفل بأكتوبر هذا فيه عبقرية كبيرة جداً وهتاف ملأ أسماع الدنيا للناس جميعاً أن هذه الأمة المصرية لا تحتفل بالنظر في التاريخ والتغني بالأمجاد فحسب وإنما هي في صيررة دائمة وفي عمارة حقيقية وأن القادة فيها لا ينحصرون في الجانب السياسي فحسب وإنما القادة علماؤها القادة علماؤها ورجال أعمالها القادة أولياؤها وصالحوها وهذا ما يجعل ريادتها مستمرة بعون الله وتوفيقه أن يطرد المستعمر من هذه البلاد هذا نصر كبير لكن أن يرد عليه برد تل ورد وتقام الصروح العلمية الشاهد على استمرارية الحضارة المصرية هذا يعتبر أكبر رد وصفعة حقيقية وتأمين لهذه الأرض من أن تتسرب أو تتفلت من أياد الناس مرة أخرى الحضارة ما هي عند الأكاديميين الحضارة هي ثمرة التفاعل بين الإنسان والكون والحياة فالإنسان يفجر الطاقات عبر وجوده في أمكنة ولا بد أن يكون له عشق مع هذه الأمكنة نحن نقتنص هذه السانحة لكي نحيي الأمة ولكي نشكر العبقرية الكبير الدكتور حسن راتب الذي جاء إلى هذه المنطقة إلى سينا لا يحركه أمر التثمير فحسب وإن كان التثمير مقصداً شرعياً وإنما ينضاف إلى ذلك ما يستكن في داخله من المشاعر تجاه هذا البلد الكبير والعظيم والذي ينبغي أن لا يفرط في وحدة ترابه أهله أنا علمت أن الباعث عن الاستثمار في البداية كان إرادة إقامة قرية مقدسة كان الصهاين لا يريدون الخروج منها فجاء بأمواله ليعمر هذه القرية بعد أن فجرها الإسرائيليون حينما ألزموا وأجبروا وقهروا على الخروج منها فهذا يعتبر مقصداً حسناً وطيباً مستمطراً لرحمة المولى سبحانه وتعالى ثم واصل في ذلك وعبقريته أنه أقام هذه الصروح العلمية وأنتم خير شاهد على ذلك هو ينوب عن كل الأمة الإسلامية في ذلك له من الشكر والتقدير والعرفان والحب الكبير أيضاً لمصر ولسينا ولكل علماء ولكل إنسان مصر وصية الأخيرة أن لا يفرط الناس هنا في وحدتهم وأن لا يفرط الناس في استقرارهم وأن يجتهدوا في جعل هذه البلدة في التقدم دائماً لأنها الآن تنوب عن كل الأمة وأنتم ترون الصفعات والانسحابات لذلك لا بد من الوعي الكبير ثم الوعي الكبير لا سيماً وأن كل عوامل الانتماء التي تنقص في البلدان الأخرى هي متوفرة فيها فالجانب الوطني متاح للجميع والهوية تكاد تكون متفقة ليس هناك عوامل فرقة حقيقية الاختلافات السياسية الخفيفة أو الاختلاف في وجهات النظر ينبغي أن لا يجعلنا نضيع أمراً كبيراً لا سيماً ونحن نرى أن مصر تبدأ فترة نهضوية جديدة إذا كان الدكتور العظيم دكتور مصطفى تكلم عن عبقرية محمد علي في قيادة هذه الأمة إلى هنا فنحن نريد من هنا بنا حضارة جديدة لكم الشكر ولدكتور شكري مرة أخرى على إتاحة هذه السانحة والسلام عليكم ورحمة الله من حسن الطالع أن نعود مرة أخرى إلى صالون المحور في هذه الأيام المبركة ونحن نستلهم روح أكتوبر من أرض سيناء وفي رحاب نفحات مباركة للمولد النبوي الشريف إنه فقل طيب اللي جاي أقول النهاردة حاجتين حاجة شكراً للمشاهدة